شو بدي أقول لكم؟ شو بدي أخبركم؟ في شغلة مهمة أنا مني خبير تذوق نحنا عم نروح لأنه في بعض الأشخاص بيحكوني على السوشيال ميديا أو إذا بلتقي فيهم على الطريق بيقولولي ولو كل الأكل طيب العمد وأول شيء نحنا عم نروح عندناس مظبوط مش كلهم محترفين أو مش شغلتهم يعني ولكن ما نحنا منروح لعندهم لأنهم مخبريننا أو مفتشين ومنعرف أنه أكلهم طيب واحد واثنين أنا بحب الأكل مني خبير أكل لأنه اسم الله خبر على الأكل كتير كتار عم شوفهم بالبلد وبالذات على السوشيال ميديا كتار كتار يعني فلذلك نحنا أنا مني وعلي منيجي من دوق حتى وقت نخلص من ناقش نحنا والشباب هايدي شغلة طيبة هايدي شغلة أقل طيبة وقال آخرين بس صدقا معظم الأكلات اللي عم ندوقها عم بتكون طيبة وممتازة وطريقتها عم نجرب قد ما فينا نسهلها كمان نحنا مش برنامج طبخ يعني فيه ناس بيقولولي أنه لا شوية شوية لناخد نحنا منا برنامج طبخ عم نجرب قد ما فينا نلفت لكم نظركم إنه والله هايدي الأكل هيك بتنعمل بشكل سريع لنلاحق لنخبركم بالحلقة عن أكتر من شغلة مشان طبعا دايما نترك أفكار جديدة عندكم طرق جديدة نذكركم بشغلات فيه كتير شغلات عندنقرد نهائيا مثل هايدي أبو ملاح مسلا أنا مشارة حاجة عيام جدود بس هناك كتير ناس بطلة موجودة عندن أو يمكن مش حافظين صح لنشان هيك رح ندوقة بس هايدي أكيد ما بتتاكل بالخبز دا بالشوك كانو فيها ميح خبز هايدي مثل حلقة الماضي عم نعمل لمربى الحامض قلت له منزدهم ومربايات كلهم منزدهم حامض بالله قلت له ولوما كلنا حامض ساحتان طيبة حلقة أنا القبز بيبقى المتاشتش المتاشتش ما بحبه ما أنت طوالت 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 بس طيبة يعني اللي بحب الخبز المتاشتش هايكي مع هايدي التشكيلة اللي خبرتنا عنا ممتاز مشاهدينا خلصنا حلقتنا حلقة زريفة نظيفة سريعة اليوم حلقة الجي كمان كتير حلوة وبإذن الله يعني إذا ما تغير شي لأنه نحنا كل أسبوع منصور حلقة مش نضلنا بالموسم حلقة كمان رائعة 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 بنصحكم تحضروا هايدي الحلقة كلها وتنترونا لحلقة الجي باي 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 باي